قام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللوارك الفرج البحسني بالإشراف على عدد من التدريبات لفرضيات نفذتها قوات النخبة الحضرمية والأمنة ضمن برنامج الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتحرير صحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة واطلع البحسني على تدريبات عسكرية لفرضية مع عناصر إرهابية هاجمت البواب الرئيسية للوحرس رئاسي حضرموت إلى ذلك قام اللواء البحسني بالإشراف على تمرين عسكري لقوات خفر السواحل بحضرموت للتعامل مع هدف متجه إلى المنطقة المحضورة وشاهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحاكاة التي نفذتها إدارة الأمن والشرطة بمدينة المكلة لعناصر إرهابية قامت بغطع جولة الشهيدة منار في الجسر الصينية كما اطلع على التدريب التي نفذته إدارة الدفاع المدني للإطفاء حريق شبا في المسجد التابع لفندق مكة بالإضافة إلى التعامل مع حريق شبا بالقرب من المدرسة الوسطى بمدرية غيلبا وزير اشتركوا في القناة